الله اللي خلق الملائكة والله اللي خلق الإنسان على صورته كشبهة وعارفين الإنسان ووضع الإنسان يعني بدك تشوف صورة الشيطان اليوم تفرج على داعش واللي بصير بسوريا والعراق فالسؤال لماذا يسمح الله في الشر في العالم طب ما هو عنده القدرة وعنده السلطة وعنده الإمكانية أنه يقضي على كل الشر ليه؟ طبعا ده سؤال خطير وحير الكثيرين حتى مثلا أيوب آسف حبقوق قال له قال له لماذا تسكت عندما تنظر إلى الناهبين عندما يبتلع الشرير من هو أبر منه موضوع محير حقيقة بس لو تسمح لي بقليل من الوقت بس عشان أتكلم عن سياق الحديث بيتكلم عن أنه الأمة البابلية اللي هي كانت وثنية جاي حتى تسبه اللي المفروض يكون شعب الله ويكون دينوني وقضاء على شعب الله قال له طب حتى ولو يعني شعب الله على الأقل عنده شوية استنارة عنده لكن أنت عم بتجيب أمة شريرة حتى تكون أداة دينوني وقضاء على الشعب ليه بتصمت نعم أقول طبعا حاشي أن الله يكون صامتا لكن هنا في جزئتين في السؤال أنه ليه الله يسمح بالشر في العالم وليه الله يبدو صامتا قدام ما يحدث في العالم خلينا أقول في الأول ليه الله يسمح بما يحدث من حولنا أقول لا يمكن في تفسير الظواهر يا أخ نزار حضرتك خير والعارفين لا يمكن أن أنا أفسر الجزء بدون الكل يعني ما قدرش أخد حاجة من غير الإراضة أستقطعها من غير المشهد الكبير بتاحها الله خلق الإنسان كما نعرف وأوجده في الجنة وعمل علاقة معاه وقال له أنا عايزك بس تطعني وتاخد بالك من كلام بتاعي الإنسان ببساطة رفض كلام الله وبإردته الكاملة قرر أن يسير وراء الشيطان ليس آدم فقط الأول لكن كل الجنس البشري أخطأوا في آدم أخطأوا في آدم بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم والخطيئة الموت وهكذا اكتزى الموت إلى جميع الناس لما تمشي على البعض يقول لك طب أنا زنبي إيه وزنبي اللي عملوا آدم أقول مش بس آدم أخطأ لكن كل البشرية على ممر العصور قالت لربنا إحنا مش عايزينك أخد بس مثالين وكفية علينا من العهد القديم يقول في سفر أيوب يقولون لله أيوب 21 يقولون لله اعمل إيه إيه بعد عنه وبمعرفة طرقك لا نصر طيب جاء المسيح إلى الأرض الله أرسل ابنه لبركة وخلاص الإنسان هل قبل الإنسان ابن الله الذي أرسل إليه لكي يخلصه قالوا بصراحة لا نريد أن هذا يملك علينا حضرتك الناد تفرج حتى في الدول اللي مفروض اسمها مسيحي ماذا يفعله مع الله أنا كنت في إحدى الدول قريب الأوروبية وقالوا أنه الشخص رجل الدين الأسيس الذي يرفض زواج الشواز يسحب منه رخصة أنه هو يجوز في الكنيسة حالك تعرف طبعا كده كويس قوي حتى في شمال أمريكا كمان حتى بب في كندا مثلا يعني لسه في شوي نوعا ما ها أخف لكن على الطريقة لكن السؤال الإنسان على مدار التاريخ بيقول لله أنا مش مش عايزك مش عايزك ماذا تتوقع من كيان البشر عندما يبعد عن الله يعني اسمح لي أضرب المثل دوت الأرض تدور في فلك الشمس مش كده برضو ولأنها تدور حول الشمس لها الدفء ولها الوجود ولها الثبات في الدوران بتاعها تخيل معايا حضرتك يا خنزار الأرض كده طقت في دمخة زي ما بنقول كده بالمصري طقت في دمخة كده قالت أنا تعبت قوي to follow the sun all my life فأنا النهاردة قررت أن أنا ما أمشيش وراء الشمس أنا هتفسح في الفضاء لوحدي ممكن تقول لي إيه النتيجة بتاعة الكون أو كور الأرضي اللي احنا عايشين فيه طبعا كارثة ودمار البرودة الجمود الموت الدمار الظلمة إلى آخره الفوضى الفوضى ده إجابتي البسيطة عن لماذا يسمح الله بالشر الله لم يعطي الشر لكن بعد البشرية عن الله عاشت في ظلام دامس قال الرب في القديم من يجدني يجد الحياة وينال رضا من عند الرب ومن يخطئ عني يضر نفسه أحبائي الله لا يعطي الشر لكن بعدنا عن الرب هو الذي أوجد الشر ضينا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة